قوش ما عملينا قوش من الماطل عقال قوش ما عملينا ما كلكم قوش عمليكو يتو ما عندكو النخوة عشان ما تجد كله مساكت صددتي انو والله الشغلة دي ونحنا هنمشي بتنتظروا الوردر بيجيكونا الاسبوع يرسولوكن هاي هاكن دي ورقة اراضي فلانو اراضي اراضي ذاه انغاز لا تحكمها بالاراضي ما تذهب لي اشهادة اتشرف والله اشرف منكم وقسم umb Lehr قسي اقول لكم ان انغازة هسى ولي استضار depth بالدليل بس خلي البعيد 30 سنة ما بعره انا القاضي مش بحكم في البينات مش قدامه Argentinaウ انا زاتي بحكم بالبينات غسينه اقول لكم الفسادة اللى عملتوا في البلد دي فساد تقول لكم البلد لا يوجد رغيف لانه لا يوجد إنتاج في البلد؟ تقول لكم الآن الدواء لا يوجد قروش في البلد؟ الانغاز بحرامية الدولار بتاع الدواء كان دولار الدواء والدولار الدقيق الاثنين دال سعيرهم ولا كان ولا إذا كان في البنك الدولار التأشيري بـ 55 دولار حكومة تديه بـ 12 دولار شوف الفريق بين الدولار بتاع الدواء في حاجة اسمها دولار الدواء وفي حاجة اسمها الدولار بتاع الخبز دي حاجة الخصصة اللي ينغس وعروفة يعني دي الدولار نما كان بـ 55 دي كان الدولار حقا بـ 12 دولار 13 دولار 14 دولار عشان نمشي جوبة الدواء الرئيس هل تقول لكم البلد ما فيها قروش؟ هل تقول لكم البلد اللي تدعم الإمارات؟ هل تقول لكم البلد اللي تدعم معونات من قطر؟ البلد دي بـ خيرة؟ البلد دي بـ ذهبة؟ البلد دي بـ بترولة؟ البلد دي بـ سروة الحيوانية؟ البلد دي بـ مواردة؟ لكن لأنا كنتو حرامية؟ انتو الآن شغالين باعتبار أنه خلاص الدولة الآن دي أوريكم هس القحات ديال أنا بجيبها لك من جوة القحات ديال الآن عنده النظرية إنه خلاص أي محل انت قاعد فيه؟ أي حاجة تلقى جاسفة؟ لأنه البلد دي خلاص ما شاء هم زيادة عارفين ناوش والله عارفين ناوش طلع محمد جلال إن شاء الله يكون الفيديو لو ما لقيتو بأسي بعد إنسي بنشر الفيديو طلع محمد جلال تذكروا الزوالة الكام بيقول يا سودان دا يا علمانية يا نفرتقو طوبة طوبة تذكروا الزوال لك محمد جلال تذكروا؟ قال والله السودان دا يا علمانية يا نفرتقو طوبة طوبة أميس ولا ولا مستلع له في تسجيل؟ قال والله السودان انتهى بعد بكرة تقوم تمشي الشرطة ما تلقى في بتاع الشرطة يغتز ببناتك في العربية والله تمشي يدقوك يشيلو حقك دا محمد جلال وأنا هس بنزل الفيديو بعد بعد اخلاص طلب الفيديو قاعدة الصفح دينا الناس الكم بيقولوا نحن والله الدولة نحن الدولة نحن حرامية انتهت بيكون الدولة السرقة وانتهت بيكون الدولة انه يذلكم من فوق يذلكم ما انت مساعدتوا انت مساعدتوا انت لو كنت حقوا كنت عبرتوا وانا قلت عليكم اثنين ملفين ملف التضيع مع اسرايل وملف رفع العقوبة او رفع السودان من قيمة الدول الراعية الان الارهاب وده ما عليكم انتو ده ما سواد عينيكم انتو يعجبكم ما يعجبكم رقوا راسكم في الحيط السودان السودان ده بالديمقراطية ما بتحكمه بس نكلمكم وبيرجالة وزندية وقلة ما بتحكمه بديمقراطية صندوق بتاع انتخابات تمشى عشان الناس يعملوا في الصندوق ما بتحكم السودان ده عنجهية ومنجهية ما بتحكم السودان ده الكلام ده ارجعوا اللايفات دي قديمة انا قلت قلت لكم الجمح ما بيجي ما بيجي رغيف ما في زل بديك رغيف كلام ده قلنا زواني الليلة الرغيفة الليلة الرغيفة بعشرين والله في ولايات الرغيفة والله تقعد قحت شهر الرغيفة والله بحليفة تقعد قحت دي شهر شهر قدام الرغيفة مش خمس تاجر جنيه تصل لعشرين جنيه ولو لقيتها بعشرين جنيه تعال قلنا يا ربيع اللي قيت رغيفة بعشرين جنيه لان الدولة 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 بتختلف عن المعارضة الدولة بتختلف عن المنظمات ادارة الدولة بتختلف عن ما خنقوك نقول عليك عديد خنقوك للعملات دي شخص اندارة الدولة دي شخص دولة 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 عددا معاعة شخص هؤلاء كر أقول الناس اللي بتاجروا في الدولار حقيقي? ما تقدروا? لأن انتم مصطنعين. لأنكم مصطنعين. انتم مصطنعين. افهم الكلام ده؟ انتم ده ما اتجاب حقاكم. انتم بان ساكت كده بس. مشاتوا اضحبتوا اضحبتوا وغشيتوا هنا. وعمل ده قاعد. والله انا مكيفني في انه قاعد. ده عائل لكم بان. وبارد. النازل قدر ما ينقوا فيه. في النهاي يا سفعتش فيه. اجروا ابي احمد. اجروا لعامارات. قالوا ما في مشكلة. مش دارين حل لكم. الامريكان ذاته قال له ما في مشكلة نحل لكم. هالحال شنو? زي حمين اقان اللو. ما حقتكم. البشر ما سكت الله. يا اخي في الدنيا في الدنيا لقيته في الدنيا دي. ما لقيته شان تعرف قوة الزول. لقيته في الدنيا دي في زول مخابرات. رئيس جهاز مخابرات بيشيلو بمحاولة انقلابية. وتاني بيجي رئيس مخابرات. ما بتجي زاتها. في العقل زاتها ما بتجي. ما بتصدك. يعني في العقل ما بتصدك. دي عشان تستوعب زات دائرة لها. دائرة لها دروس كثيرة جدا. لكن عشان يوريك ان زولا البسطة على القرار. ما خلاص في النهاية قالوا زولا. في النهاية نفس الناس اللي عملوا ذلك. هم زاته ما شوقنا عن رئيس زاته. قال له الله يا صلاحك وجده. وزاته اللي بيحميك. مما كان هو زولا العمل الانقلاب ودار يعمل انقلاب وشاله ودخل وكوبر. لكن لانه ده زول يا صديق. ده زول. ده زول. ده 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 علم طويل. ده فن طويل. ده انتوا يا قحاتة بعيدين منه. اتا قال ليك كان طلعت قدت اجبت ليك بيه السمحة كده في التلفزيون. اول الحية. شوفوا هاي. انا بكلمكم. بناتكم يتعاني. التلفزيون ده الله يرضى عليكم. لما دارين تطلعوا بيت في التلفزيون. جيبوا بيت اوردينة. ما تجيبوا بيت فاك. كميس? الفاك دل ما تجيبون. واحدة ممسحة كريمات ركبة لها باروكة ما بعرف. متبلتقة ما بعرف. جيبوا بنات اه كده يعني. جيبوا بنات اصليات. ايتوا هاسموا في تكرين انه بناتكم تجيبتون في التلفزيون السودان. واحدة شعاراتها مركبة و. وضارب كريم. مفتكرين. يعني هسة بتدي الأمريكان لو شعروا. يعني كده خلاص. متبادي. بتفتكروا انه انه كده خلاس نحنا جيبنا بيت كده خدتينها في التلفزيون. واتوا هسة. компании فيلخة. هي مشكلة التلفزيون السوداني هنا. مشكلة التلفزيون. السودان دي في بيت جالخة. بيت جالخة يعني. اللابسة باروكة يعني. هدي مشكلة السوداني يعني. دي المشكلة بتاع التلفزيون اللي نحد عندنا القومية بتاع التلفزيون. يا خامشوا وادي هاور دا. امشوا وادي هاور دا. امشوا وادي هاور دا. جيبوا لكم بيت من وادي هاور دا. شوفوا لكم بيت من بنات الزغاوة دا. غبشة كده اجيبوا اخدها في التلفزيون. امشوا جيبوا المرة فوق كده نزول لكم بيت من بنات الفوردي. غبشة كده يقود واخدته لا في الم45. همفي المحس هناك يجبوا لكم بيت كده. غبشة كدا يجيبوا اخدته في التلفزيون. ده ان احنا دارينا. ده التغيير ان احنا دارينه. ده تغيير ده ان اشوف السودان ده كله كده شرق غرب جنوب. دول بيمثله. دارين ناس كده بيت تطلع كده على سجياتها كده. ما قادuled لكم امفي وجهده. وزاتة يا اخي شينات. زاتت talents بطنك روحت تطوم يا اخي. التغيير ما بحصل كده. يتقال لك تمشي الامريكان تقول لهم نحنا خلينا ديننا ولا نطلعنا عن ديننا نحنا بنجيو. الامريكان دارين زول ببلهم بل. شوفها. ده السياسة كده. هسه اردوغان ده ما قاعد. اردوغان ده هسه قاعد رئيس لشه. ما سوال. والله اكتر زول بتكره امريكا اردوغان. هسه بتاع الديمقراطيين ده قال انا لو جد ساعمل مع المعارضة التركية ليسقط اردوغان. المعارضة قال له اسكت. قال ليسقط اردوغان شأني داخل. اتعلم يا اتعلم. يكره اردوغان لكن ما بيقدروا ليه. ما بيقدروا اردوغان. هلو اردوغان زول قوي. زول عنده جيش. زول عنده منظومة دفاعية. زول عنده اقتصاد. زول قاعد في العشرين الكبار. لو ستاشر كبار لو تمانية كبار في العالم اجتمع اردوغان بيكون قاعد. هلو الفجل عنده اقتصاد. زول عنده قوة. هم ما عارفين وردوغان قاعد يعمل في تركيا. ما عارفين انه بيمسح في اوسار وتاتورك. ودي خطورة بالنسبة لهم. لكن ما بيقدروا لان وردوغان قوي. جربات شارع طلع. ويقفوا في الدبابات. مسكوا الشارع. هس يا طالبان. كده جيبوا الصورة لكم. الصورة بتاعة وزيرة الخارجية. واقف مع بتاع طالبان. جيب لك زول بيقرأ زول بيحلل للشخصية. جيب زول خليه يقرأ بتاع الزول يعني. جيبوا زول خليه حلي لك شخصية وزيرة الخارجية. الامريكي واقف كده وخاتي يدينه في طالبان. طالبان ديل ما ناس زندية ساقد. طالبان ديل زاته. لا والله لا بيفهم في السياسة كتير ولا حاجة. ديل شغلته زاتها بس قال الله وقال الرسول. المرة زاتة عنده نحورة وكل شيء حورة. امريكا زاته لما تجي تقعد مع ما عنده فنيات التفاوض. والله يا اخي وينجنحه وما بعرف هو. والله يا اخي سولح الحديبي وما بعرف الرسول تنازل والله سيكتب لكم الله. لا لا ما عنده كلام زينا. ديل عندنا الكفار انه الحاجة اسمها فقه الولاء والبراء. الكافر تتمسكه وتقطعه وتقطع راسه بس. ما عندهم مع اي حاجة تانية. امريكا ما شات لهم زليلة صاغرة الان تطلب بالطالبان. ويتفع لها تعويضات كمان. سيتفع لها تعويضات وستجبر. هم امريكا زات ستجبر المجتمع الدولي كلها. هسأل ارهاب منه. ارهاب طالبان ولا السودان? سؤال هسأل ارهاب منه. الفكر ساكت كذا? الارهاب منه? الارهاب منه? ارهاب طالبان ولا ارهاب السودان? يا اخي وزيرك جابت السورة. وزيرك الاهبلة جابت السورة مش علي امريكا. ضهبان مش علي امريكا. رسوله مساعد وزير خارجية. مساعد وزير خارجية. لانه ده مستواه. ده حجمه. بتاعة طالبان ده كل يوم كان بيرسل لهم عشرة تابوت عشرين تابوت كل يوم بيوديا لهم. وقضية الارهاب ده كله كلام ساكن. ما في ارهاب في الدنيا ليه اكتر من امريكا. صنعة الارهاب هي. هي الصنعة الارهاب اشان تنتيبوه من التحاس وفيتي ده. ده اصل الارهاب بدا من هنا ده. داعش الهسي بقول لك دي بده طلعت جابت من وين بين عشية وضوعات. ده كله الارهاب. لكن امريكان دل بتعاولوا مع الزول القوي. انت زول قوي ما لقاشك? ما ليمينك صح? انت ما ليمينك صح? براكم يتعاملوا معك. انت زول قاعد تد. دار تكسر تلك دار ما عارف كينتك ما عارف ما عارف بفيكوك. والان لا ما اصير كنت. عشان كده يرد لكم اسر سوالي اقاحات. اسر جوش ده كنرد لكم نقول لكم اشوالي. تقول لها تعال يا قوش. تعال راجع. وزاتو كان يرد لكم انتو شنو? اذا سوال ما دي اسيلة انتو جاوبة على. قولوا لما عارفو. طلعتو قوش وا ما بعرف شنو لما عارفو وعملتو ده كله. وكان جا راجع كده انا دار اصالكم. هسي كان جا راجع. هسي قوش ده قول بكرة جا راجع. خلي قوش يا اخي. ايز وال هسي بكرة كان جا راجع ذاتو. يعني نما نيجي دار يشتغل سياسة ودار يجيب له حكومة عشان ينغز البلد. هايجيبكم انتو الهوانات ده? والله انتو ذال حقو شفتو شفتو ايتو ذال والله غفرة ما يشغلوك. غفرة في مكاتب الدولة ما يفروض تشتغل. لانو لانو الغفرة ذاتو نحنا بيكون جنينة في حق الغفرة لو قلنا انتو بمستواكن لي. وزير بياخد له مئة وخمسين مليون عربية وماكل وشارب ولابس. واي حاية? الاوتبوت بتاعه شنو? شو اللي هو? يعني المنتج بتاعه شنو? ديولاي وزير واحد منتجه شنو? وزير واحد. منتجه شنو? وزير واحد جبولاي وزير واحد. حكومات المحترمة في العالم المية يوم دي بتوريك الحكومة بتاعه شنو? يا اخي الرئيس بيجي مية يوم بيقولك في المية يوم انا اعمل. يا اخي المية يوم دي وباما اخد فيها جهازة نوبي الله السلام. لو جيت حسبت يعني الفترة اللي اخد فيها جهازة نوبي الله السلام اخدها في المية يومي. ماينو ما بيستحقها ذاتها. لكن هي لانا بيقى السياسة. قاعدين لكم سنوكم. مما سلمت الحكومة. عملتوا جميعا. قاعدين منتظرين لانه قوش ما يرى. قوش سولينا. الامارات اددنا. الامارات ما اددنا. اصي خطوا لكم دوري. السودان لا ما بنقبل بتكسيمه. السودان نوارق ماشي يتفلد. ده لسيهاتكم انتم بتعرفون. الخطة الماشية نحن وامنا جامل فيها. لموشة. اه لموشة غلا سلمها. عشو يقول لكم الله. وده 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 عشان انا اختم به الكلام. دي الخطة الام ماشية. انه هيطلق عشوية هيجي يقول لكم الله. قوش هو الوحيد اللي هيحرب الكيزاب. طبعا هتلقى الحميرة القحاتة دي الخيشيله الكلام طبعا. يتهيئوا طبعا. يتهيئوا انكم بكرة هتسمع الكلام نقول له. انه ده الرجل الوحيد. اللي هيصلح الاقتصاد. ده الزول الوحيد اللي هنستعين به على ضرب الكيزان. ده الزول الوحيد. نحن والله الكيزان تجاري العملة غلبتنا. نحن الدولة دي والله واقادرين. الزول الوحيد. ده واه كلامي انا. انا انا ذاتي مواطن. بعتبر نفسي والله مواطن صالح يعني. يا صلى الله انه اكون ذلك. لكن انا ذاتي بعتبر نفسي واحد من من ملايين المواطنون الصالحين في السوداء. هنبعد نتفرج فيكم. هنبعد نتفرج فيكم. بس احنا نشغل. حركة اسلامية في خبركان. قحتي في خبركان. نوع مشكلة ما نحن. ما تحكى الواقع بس. نحن نتكلم في واقع بس. الواقع اللي تعال السودان المدقرة ده. دي اسبب تدقيرتو. بس. لو قبيلك مشيتو في الخط صح. انو الكلام اللي قالوا لكم البوزة. تبعتو خطوة خطوة. كان عبرتو والله. عبرتو بالبلد وعبرتو بنافسك والله. بعدها ما تجد اقول لي واكلمني. في وادي الزياب ده في في مشهد تده ظريف. في واحد اسمه عمك ابراهيم. عمك كده عنده صاحبه اسم ابراهيم. في وادي الزياب انا بس نسيت اسمه. لكن عنده موقف ظريف جدا. قدر ما يمشي محل. بيقول بيقول لي ابراهيم. بيقول ابراهيم ابراهيم بتحصل كده. بعدين ابراهيم ما تقول لي واكلمني. فهس ادتو هشان ما تقولوا ما كلمناكم. يا راكوا لو كنتم بتسمع. يا راكوا. والله حماتي زاتو قاعدة تفرق. وزاتو قال له غلبتنا. هم دال كان جايبين وفزع الدارين اضروبع. وزاتو قال له غلبتنا. ما سمعتو في اخر خطبة له. قال له والله الشغلة دي غلبتنا. وزاتو استياس منا طبعا. في النهاية يا زون عنده املاك وعنده سروة. وزون عنده تموح ودائر يحكم وكده. بتابع القحات اذل بيودوا. اذا كان الغراب دليل قومين. لا وصل الغراب ولا هم وصلوا. اذا كان الغراب دليل قومين قال فمر بهم على جيفة الكلاب. بعده ما بيوددت جيفة بتحت الكلاب. في النهاية هي З Jubぐ يقف. هو زاتو بيقى. هزاتو بيقى. ازتو بيقف تخلصوا هو زاتو. لحنو التقاطعات البر تقاطعات الخارية يفهمها انت ليس جزيرة مع زولة. فا هذا ما زازة. زازة هذا ما لكن هو هو واحد تاني. الزازة دخل له واحد تاني مع امك ابراهيم. ده ما بعرف اسمه مختار اسمه. IG قول لو ابراهيم ما تقول لي ما كلمتني. بيتحصل كده. ما تقولي ما اكلتني. فانحنا نكمل نحن عارفين الواقع Bonjour. سبحانه وتعالي ان يصلح على البلد. واسعل الله سبحانه وتعال ان وحنا في النهاية دارين البلد دي. تعبر الله. كنا نتمنى ان الواقع يكون احسن من كده. كلنا نتمنى انه. لكن الان الناس بتتقلم. الليلة المدارس ما هتفتح. الجامعات ما هتفتح. مرتبات ما فيه. رئيف ما فيه. دقيق ما فيه. ما فيه كل شي شي ما فيه. بلد دي الان يعني بس لطفة. نص الله سبحانه وتعالى اللطفة الله سبحانه وتعالى. الناس كان ممكن يؤمنوا على الخريف. لكن المشكلة انه الخريف ذاته الترتيبات لو كانت يعني ذاته المأمول من الخريف ذاته باع وباع شوية هتي ملاريات وهتي وهتي فالمسألة دي مسألة شوية كده يعني. اصال الله سبحانه وتعالى انه انه يصلح على البلد. نحن في الناس دارين انه البلد دي تنصالح. ده الهدف الاساسي انه ربنا يصلح على البلد. اصال الله سبحانه وتعالى انه يصلح على البلد. اصال الله سبحانه وتعالى انه البلد دي زي ما قلت في الختام ان البلد دي ربنا سبحانه وتعالى يقيد لا امر الرشد. انه ربنا يقيد لا انتهيته. ما في ذلك. والله هم ذاتو. هم ذاتو خحاته. هم ذاتو عرفي نفسهم منتهيين. بس مكابرة قالين. ما عندهم شي زمان البشير دا عنده ايڭيزه امنية عنده شرطة عنده جيش عند نابدو امن عندهم شرطة. ليست قدرون تعليمات اللي بتاع امن ولا بتاع شرطة. كويس ولا تدو تدو تعليمات لابتاع الجيش ما بتقدروا تعمل اي حاج يعني الاليات بتاعت القمع دي سيدنا سليمان لموشنا ممات ربنا قال وما دلهم على موت الا دابة الارض تأكلوا من سأتها فلما خرى تبينت الجن والانس قال لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبسوا في العذاب المهين داك سيدنا سليمان لانه كان عنده بطشة وعنده سلطان وكده ميت وقاعد متكع على عنصه يعني الناس ما كانوا عارفين انه ميت لكن انتم موتوا وما عندك الاليات قلتم عندكم الان mines blessan. لCHFGğét شكرا قطر ختم قول شكرا قطر قولشكرا تنين قولشكرا قطر وقولشكرا الناس الادعموكrell جوجه شكرا الناس اتجاولوك لياسف وقولشكرا لانو دي لقدوك verd album قولشكلشوي كده يمشي كلنا قولوا شكرا. وبكرة قولوا شكرا نكوش. يا قحاته. قولوا شكرا عن جوش. لانه هتجى تقولون هى براكو. ما دارت الايامией التي قلت شكرا قطر? مش دارت الايام لفت الايام على وجيك شكرا قطر? مش دارت الاءيام ولفيت تقول شكرا قطر؟ ولا وجيك شكرا قطرها. ستدور الساعات ولا ايام ذاتها. ساعات. وسيجي يقول له شكرا شكرا نقول. انا خايفكم مع الشيطة يقول له شكرا من البشير. حد يوم يتلاقى في ما يستعمل.